سلام عليكم اخوتي اتمنى تكونوا بالخير والاخير وعد مبارك سعيد دخلكم بالصحة والسلام ما بلش ما كنتمنى ان شاء الله هذا فيديو هذا فيه فيه طريقة ديال او طريقة ديال اللحمة ما شوية او الكباب ما شوي المهم كل واحد شو ما تقول لي واحد طريقة سهلة ديال طريقة ديال ماما طبيعة الحال الله يحب ده واحد لكم والدكم اه قلت نعم معكم هدرا عندي ديجا فاش كنت في المغرب قلت نعود نشاركو معكم اه هدي مناسبة باش الوحدي بيدير بروشيت وينوى يلا بدور فيديو اه هنا يا كف ما كنتشوف هذه القطاعة ديال الحم المهم للحم تما كتقطع ما هو كبير ما هو صغير قطاعة كتكون صغرين مزياني ديكت تجير حسب للقيمة اه وخصوصا للحم ديال ديال العيدرة كتكون يعني جديدة وكتكون هذا ما كتحتاش انا كتبريفها بارت بزاف ولادي وخصوصا ديال الشوية ديال الشوية كتكون يعني باش 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 تبقى في هذيك الريحة ديال اه ديال الحم ووحدي نسمة زوينة هنا هي ديقطاعات زيت عليهم هذيك البسطة وحدة بسطة وحدة بسطة وحدة مقطعة قطعة صغيرة وورين كيف ما كتلكم هذه الطريقة ديال الماما المعتمدة وآآ كنزيد عليهم واحدة معلقة كبيرة ديال الخضرة ما بين آآ البقدونس والكوزبرة آآ آآ هير مراحضة اللي كنتو غادي تديرو حد الكمية وديروها وتخزنوها آآ مني تبغي تدير فيها هاد آآ التخليطة ما تديروش لبصلة لخضرة نديرو غير البهارات فقط وحطوهم عندكم في الكونجيلاتور او الفريزة تبغي تنزلو تبغي تديروهم وعادة باش قطعو عليهم هذيك البصلة وتحطو عليهم الخضرة كي يجيوم زياني هنا في البهارات كان ديرو غير معلقة ديال صغيرة ديال الملح والملح كي بقى يعني على حسب المتناولة حسب كل واحد تدوق ديالو حسب الضوق آآ كان ديرو هنا الملحة هما تدات البهارات فقط وكان ديرو الفلفل آآ اللي هو آآ الاسمر اللي هو البزار معلقة صغيرة ومعلقة ديال بابريكا ومعلقة ديال الكمون يعني غير الملحة تدات البهارات غير الملحة يعني الكمول والبابريكا والفلفل آآ هادو فقط هادو كي اعطي واحد لوقو ما نقول لكم شي يا البنات كيفاش كي يجي واحد لوقو خاطير جربو بلا ما نزيدو لاخر بلا ما نزيدو مع شنو القصبو ريابس ودك شي لا غير هادو فقط را كي اعطي واحد نزيدو عليهم واحد للمعلقة ديال الزيت المائدة زيت نبات انسيت هكا يا الزيت ديال اللي كان طيبو بيها آآ معلقة فقط نحركوا آآ هاد شي مزيان خلطوهم زيان مزيان مزيان ونخليوه آآ كل ما ارتاح المهم ما يباتش إلي كنتوا عطي بيتو ما ديروش البصلة لان هاكا تصنن آآ خليوهم من ساعتين ببعات السواع السواع صافي را كي يجي آآ مشرب هادك البهارات ودك ودك البصلة وهادو كعطي واحد المائدة زوينة ريحتو قبل ما كيتشوه ريحتو كتكون زوينة بزاف بزاف المهم هنا كيف ما كاشتونا كنخلطو مزيان ومبعد نخليه يرتاح ومن كيرتاح كي يولي بحراء الطريقة هادي آآ كيكون افتي عانتو ما يا البنات دستعلي هنا تقريبان ساعتين ونص بحراء الطريقة هادوك لباش كي يجي هادشي غزرنا بيه ومرا إلا وكتو جزر باني كتخليو كيف ما كتلكون من ساعتين تا الربعة سواع ستسواع آآ صافي هنا غادي نعمروا هادوك القطابنا تقول له السفوت كل واحد شنو كيقول له شي تيقول السفوت شي كدو يقول القطبان شي كتيقول السيخ هنا تيقول في آآ في شرق كاملو تيقول السيخ يعني كنعمرهم حتى الريحة ديالهم غزالة غزالة باقي قامت شو رح تنزوينا صافي هنا كنعمروا نعمرت هادوك كمية وباقي كنعمر ما زال ما شاء الله يعني هادوك هادوك اللي كلي كوم يعني في غير بصلة وهادشي را يعني را تبارك الله يعني را آآ يعني كمية نتمن زيانة هنا كنكون كن نوجدو الفحم آآ او على المجمع ومن احسن آآ من احسن يعني المفحم اللي تبغي تشوفوه يعني اما في البالكون ولا قدم بطالة عندكم تساع ولا التيراس لفوق ولا السطح هنا طلعنا احنا فوق السطح هنا يا يلا بديت كنصور هادا ويت آآ آآ تفاط البولة ديال السطح وليش هعتغل البولة اللي هي قدميه آآ ما بنش بزيف لكن كنت كنصور وكن كان في هاد وقتها مع العيد وهذا آآ آآ كل شي كنصد ما كانش اللي هاتي يجيب لي البولة المهم ما اعتاد على على يعني ما كانش تصور باين آآ ولكن اكيد الريحة وصل لكم ما نقول لكمش الريحة خطيرة وبالزربة بالزربة كي كي طيب يعني كيستوي بالزربة يعني بسرعة كيستوي بسرعة ما كي ياخدش وقت آآ كي جي فتي واللحمة فتية فتية بزاف ماشي شي وحدا من الحم جلدة لا كي جي فتي فتي هاكا كي جي تبارك الله والله ما شهيتو لكم الى غزال هاد طريقة هاد يغي ديروها ديروها على ضمانتي آآ وغا تبقى عندكم واعتمدة كما كتشوفوها انتم من الحم فتي 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 ورطب والصراحة يعني احتى بالنسبة للدري صغر ما كي حلوش معا يعني ماشي دري صغر يعني انا غير قلت لكم من دري صغر ماشي اللوما صغرها هكاية المهم عفتلي بوليدات ما كي بغوش للحم كو تكون مجلدة هاد الشي اللايش المهم هادا ما كان تمنى هاد الفيديو عجبكم وتمنى هاد طريقة هادى تعجبكم ما تنسونيش من الدعم ديركم واشجاعكم اشتركوا في القناة باش وصلتم كل جديد نخليكم صعية الله بسلام عليكم